بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الأول تهيل الفكر بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة نحاول أن نحقق مزيد من الهداب في مادة لغتي كذلك سنقوم سويا بحل التدريبات في الكتاب لكن قبل أن نبدأ الدرس تذكروا دائما التعليمات التي نبدأ بها أولا أحضروا الكتاب كتاب مادة لغتي وقلما قابلة للمسح حتى نتمكن سويا من حل التدريبات كذلك لا تنسوا أن نلتزم بالهدوء التام مثل المتابعة مع المعلم حتى نستطيع أن نستفيد من الدرس كذلك يجب أن نكون في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهوى مناسبة وأن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة البالغين لمساعدتنا في عملية التعلم درسنا اليوم هو عن أنواع الأفعال أخذنا في الدروس السابقة أنواع الأفعال تذكرون خذنا الفعل الماضي والمضارع والأمر سنراجع بعض ما أخذناه في الدروس السابقة ثم ننطلق في حل التدريبات بإذن الله أولا ذكرنا أن الفعل هو كلمة تدل على فعل معين أو عمل معين في زمن معين إذن الفعل عندما أقول هذا فعل فأقصد به أنه عمل معين وهذا العمل مرتبط بزمن مرتبط بزمن قد يكون هذا الزمن في الماضي ويكون فعلا ماضيا أي أننا فعلنا هذا الفعل وانتهينا منه مثال أكل محمد التفاحة على الفطور يعني محمد قام بأكل التفاحة وانتهى من أكلها فنقول أنه أكل فعل وهذا الفعل ماضي لماذا؟ لأنه مرتبط بزمن الماضي مرتبط بزمن الماضي أي أن محمد أكل التفاحة وانتهى من أكلها لذلك نقول أن هذا الفعل ماضي أيضا ثاني من أنواع الأفعال التي أخذناها فعل مضارع والفعل المضارع يرتبط بالزمن الحاضر والمستقبل بمعنى أن هذا الفعل نقوم به الآن في هذه اللحظة مثال أمامكم المعلم ماذا يفعل أمامكم الآن؟ يشرح الدرس أحسنتم إذن في هذه اللحظة المعلم يشرح الدرس إذن يشرح هو فعل وفعل مضارع لماذا فعل مضارع؟ لأنه يحدث الآن لأن هذا الفعل أو هذا العمل عملية شرح الدرس تحدث الآن لذلك لقول يشرح المعلم الدرس يشرح فعل مضارع لماذا؟ لأنه ارتبط بهذا الزمن بالزمن الحالي الذي يحدث الآن كذلك قلنا أن هناك أحرف للمضارعة يبدأ بها الفعل المضارع قلنا أنه يبدأ بحرف الألف أو الهمزة إذا كنت تكلم عن نفسي فأقول مثلا أشرح الدرسة أي أني أنا من أقوم بهذا الفعل أي أني أنا من أقوم بهذا الفعل فأقول أشرح الدرسة أشرح فعل مضارع لماذا؟ لأنه يحدث الآن ولأنه بدأ بفعل المضارعة الألف أو الهمزة أيضا لدينا حرف آخر وهو حرف الياء عندما أريد أن أتكلم عن مذكر غائب فأقول يلعب أحمد في الحديقة يلعب الآن أحمد هو فاعل وفاعل مفرد مذكر لذلك استخدمنا حرف المضارعة الياء في بداية الفعل الفعل لعب أضيف إليه الياء يصبح يلعب فعل مضارع لاحظوا أضفنا إليه المضارع كما أخذنا في الدروس السابقة أيضا قلنا أن هناك حرف آخر وهو حرف التاء عندما أريد أن أتكلم عن أنثى غائبة مفردة أيضا فأقول تذهب سارة إلى المدرسة تذهب فعل مضارع بدأ بحرف التاء لماذا؟ لأن سارة مفرد ومؤنث وغائبة أيضا والحرف الأخير من أحرف المضارعة هو حرف النون عندما أريد أن نتكلم عن مجموعة من الأشخاص فنقول مثلا نسافر في الحافلة نسافر فعل مضارع طيب بدأ بحرف ماذا؟ بدأ بحرف النون لماذا؟ لأننا مجموعة الفعل الثالث الذي أخذناه فعل الأمر وقلنا أن فعل الأمر يدل على الطلب عندما أريد أن أطلب من شخص القيام بشيء معين فأقول له مثلا اذهب إلى المدرسة اذهب لاحظوا أنني طلبت منه أن يقوم بالذهب إلى المدرسة فأقول اذهب فاذهب فعل أمر فعل الأمر أيضا مرتبط بزمن المستقبل إذن هذه أنواع الأفعال التي درسناها أتذكروا أن الفعل نقصد به الكلمة التي تدل على الحدث طيب الفعل الماضي هو فعل مرتبط بالزمن الماضي مثال ذهب أبي إلى المسجد في صلاة الفجر أو لصلاة الفجر ذهب فعل ماضي لماذا؟ لأن أبي ذهب لصلاة الفجر الآن نحن في الظهر أو في آخر اليوم فيعتبر هذا زمن ماضي الفجر زمن ماضي بالنسبة لهذا الوقت الذي نحن فيه لذلك نقول أن ذهب فعل ماضي طيب الفعل المضارع يشرح الأستاذ الدرس متى يشرح الأستاذ الدرس الآن؟ إذن يشرح هو فعل مضارع لماذا؟ لأنه ارتبط بالزمن الحالي آخر نوع من أنواع الفعل لدينا في درس اليوم هو فعل الأمر فأقول لكم مثلا أكتب الدرس أنا الآن أطلب منك أن تكتب الدرس إذن أكتب هو فعل أمر لماذا؟ لأنه دل على طلب شيء معين هذه أنواع الأفعال التي درسناها كذلك فعل الأمر مرتبط بزمن المستقبل فعندما أطلب منك الطلب أنت ستقوم به مستقبلا طيب لديكم الآن في هذا التدريب يريد منا أن نختار الفعل المناسب لكل حدث نراه في الصورة ثم نحاول كتابة جملة تصف هذا الحدث لدينا في المربعات الحمراء فعلين ولدينا صورة أمام هذه المربعات أولا أريد أن تنظروا إلى الصورة ماذا يفعل الولد في الصورة؟ لنقول أن اسمه عمر مثلا ماذا يفعل عمر في الصورة؟ أحسنتم يشرب الحليب يشرب الحليب طيب يشرب فعل مضارع طيب لماذا لم نقول شريبة؟ لأن عمر الآن يشرب الحليب في هذه اللحظة عمر ماسك كوب الحليب وجالس يشرب فنقول هذا فعل مضارع لماذا؟ لأنه يحدث الآن إذن يشرب فعل مضارع طيب نقول الجملة مثلا يشرب عمر الحليب يشرب عمر الحليب طيب لاحظوا أيضا حرف المضارع الذي تكلمنا عنه قبل قليل حرف اليا الذي بدأ به الفعل طيب لماذا بدأ بحرف اليا؟ لأن عمر مفرد مذكر فاستخدمنا معه حرف المضارع اليا فأصبح الفعل يشرب كذلك دائما الأفعال المضارعة مرفوعة مرفوعة إما بالضمة أو بعلامات الرفع الأخرى لكن يكون نهايته مرفوع إذن لدينا الآن ماذا؟ فعل مضارع لماذا قلنا أن هذا فعل مضارع؟ لأنه يحدث الآن يمكن في المنزل أن يكون الطالب كلم أو جملة مفيدة باستخدام هذا الفعل حسب ما يشاهده في الصورة أمامه مثال يشرب عمر الحليب في الصباح إذا كان الطالب أو الطالب لا يستطيعون الكتاب بمفردهم يمكن لمن يساعدهم داخل المنزل أن يكتب الكلمة على شكل نقاط ويطلب من الطالب أن يسير على هذه النقاط حتى يكتب الكلمة بشكل مناسب أو يقوم بتلوين المربع المناسب للكلمة التي وضعناها في الفراغ إذن لماذا اخترنا الفعل يشرب؟ لأن الفعل يشرب هو فعل مضارع والولد في الصورة عمر في هذه اللحظة يقوم بشرب الحليب لذلك نقول أن عمر يشرب الحليب الآن هذا فعل مضارع مرتبط بالزمن الحالي طيب الصورة الأخرى الأم تريد أن تطلب من الطفل أن يأخذ الدواء طيب فنقول خذ أو يأخذ الآن الأم تريد الطلب ما هو الفعل الذي نستخدمه للطلب؟ أحسنتم فعل الأمر إذن تقول الأم خذ خذ الدواء خذ الدواء تطلب منه أن يأخذ الدواء إذن هذا فعل ماذا؟ فعل أمر فعل أمر ما نقول يأخذ يأخذ فعل مضارع لكن لا نستخدمه هنا لأن الأم تطلب من الإبن أو الطفل أن يأخذ الدواء إذا أردت أن أطلب من شخص أن يفعل شيئا أستخدم فعل الأمر أستخدم ماذا؟ فعل الأمر فأقول مثلا خذ الدواء كما هو موجود في الصورة أمامكم أو المعلم يقول للطالب أكتب الدرس أو افتح الباب عندما يرن الجرس وتطلب منك أمك أن تفتح الباب ماذا تقول؟ تقول افتح الباب افتح فعل أمر لماذا؟ لأن الأم طلبت منك القيام بهذا تذكروا أن فعل الأمر يعني طلب شيئا أو طلب القيام بالفعل من شخص معين طيب خذ الدواء خذ فعله أمر أيضا لا تنسوا التعليمات التي قبل قليل إذا كان الطالب لا يستطيع الكتابة ممكن أن يساعد بوضع نقاط ويقوم هو بالإعادة عليها أو يختار المربع الذي فيه الكلمة أو الفعل الصحيح المناسب كما هو إما أن يضع علامة صح أو يقوم بتلوينه بلون مختلف بحيث لا يخفي الكلمة الموجودة في المربع طيب الآن أمامنا صورة ولد ماذا يفعل الولد في الصورة؟ نائم طيب نائم الآن أو نام واستيقظ هو الآن نائم في الصورة إذن هذا فعل مضارع الآن يحدث ما هو الفعل المناسب معه؟ هل هو نام أي أنه نام واستيقظ أو ينام الآن هو نائم أحسنتم ينام لأنه فعل مضارع ينام محمد أمامنا في الصورة محمد نائم إذن نائم فعل مضارع لماذا؟ لأنه يحدث الآن في الصورة أمامنا محمد نائم لذلك نستخدم معه فعل المضارع ينام طيب نام نام فعل ماضي بمعنى أن الولد كان نائما في الليل واستيقظ في الصباح فنقول نام محمد في الليل الآن محمد مستيقظ ليس نائم لكن في الصورة محمد نائم إذن نستخدم ماذا؟ نستخدم فعل المضارع لماذا؟ لأن الفعل الآن يحدث في هذه اللحظة يحدث طيب فنقول ينام إذن هذا هو الفعل المناسب للصورة التي أمامكم ينام وهو فعل مضارع وهو فعل ماذا؟ مضارع طيب أخذنا الأفعال في التدريبات السابقة لأخذنا فعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع تذكروا دائما أن لهذه الأفعال مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالزمن فالفعل الماضي مرتبط بزمن ماضي أي أنه حدث في وقت سابق الآن لا يحدث هذا الفعل طيب الفعل المضارع مرتبط بالزمن الحالي أي أن هذا الفعل يحدث الآن في هذه اللحظة طيب فعل الأمر فعل الأمر هو الفعل الذي نريد منه أن نطلب من شخص أن يقوم بشيء معين طيب فأقول لكم مثلا اكتب الواجب أو حل الواجب حل هذا فعل أمر لماذا؟ لأن المعلم طلب منك هذا الشيء أمك مثلا تقول في المنزل اشرب الحليب اشرب فعل أمر لماذا؟ لأنه دل على طلب شيء معين أريد منكم في المنزل أن تكتشفوا أفعال الأمر والمضارع والماضي داخل الكتاب من خلال التدريبات ضعوا دائرة حمراء على الأمر دائرة زرقاء على المضارع ودائرة خضراء على فعل الماضي كذلك حاولوا أن تقلبوا الفعل من ماضي إلى مضارع بإضافة حرف المضارعة مثال نام هذا فعل ماضي طيب كيف حول إلى فعل مضارع أضيف حرف المضارعة الياء ينام ينام طيب لو أبغى تتكلم عن بنت أقول ماذا؟ أقول تنام طيب تنام طيب لو أبغى تتكلم عن مجموعة ماذا أقول؟ أقول ننام طيب لو أبغى تتكلم عني أنا أقول ماذا؟ أقول أنام هذه المواضيع أخذناها في الدروس السابقة يمكنكم الرجوع إليها في قناة عين في اليوتيوب للاستفادة والاستزادة منها شكرا لحسن انتباهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته